اشتركوا في القناة البحر باسم وهوية مملكة البحرين البحرين اكتسبت اسمها لما كان لموقعه الجغرافي من ارتباط وثيق بالبحر ونشاطاته وكانت ولا تزال موقعا سياحيا بحريا جاذبا سواحلها ومياهها مرتع انس وفرح كما ان شواطئها ورمالها لوحة فنية طبيعية وواحة استجمام واسترخاء هذه السنة نشوف مشاركة من المواطنين من المقيمين سواح من الدول الخليجية المجاورة لان البحر اساسا مرتبط بهويتنا وثقافتنا الاصيلة يعني المكان وايض حلو عشان ناكل ونقعد انا امي وابوي ونلعب بالالعاب انا بنشوف المكان الحلو يعني صراحة اول مرة بعد التغيير من زمان ماينهني قلنا نشوف المكان ونشوف الحفل الموجود وكل شيء ومع الاهل يستانسوا مرة واحدة يعني في فترة الصيف يدفع الجو المشمس الافراد الى الشواطئ المنتشر حول المملكة للاستمتاع بالسباحة والتزلج على الماء وعديد الانشطة المتنوعة فالبحرين تمتلك شاطئا واحدا على الاقل في كل محافظة ما يجعل الشواطئ الوجهة المحببة للعائلة والاصدقاء في الصيف حيث تمتاز الشواطئ بالهدوء والجمال بالمرافق الترفيهية التي توفر تجربة شاطئية شاملة تناسب الجميع بصراحة سمعت كثير عن بلاج الجزائر وكان لازم عندي فضول ان انا اشوف ايه التطور اللي حصل ان انا شفته زمان وبصراحة من اول دخلة وانا مبهورة جدا بالانجاز اللي حصل والتطور والخطوة الايجابية اللي عملوها الانعاش السياحي لا تألو وزارة السياحة جهدا الا وبذلته مع مختلف الجهات الحكومية من اجل تفعيل وتطوير امكانيات الشواطئ في مملكة البحرين كركيزة اساسية من ركائز الجذب السياحي في المملكة من خلال اطلاق برامج متنوعة من شأنها رفع معدل استقطاب السياح والزوار عاما بعد عام فالبحر بشواطئه المبهرة يثبت انه جزء لا يتجزأ من اسم البحرين وهويتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر